النهاردة عايز اتكلم على حاجتين بره الماتش وبعدين ارجع للماتش مرة تانية لأيام اللي فاتت من اسبوع بالضبط لقينا احدى المزيعات على احدى القنوات المحبة للأهلي تعارفين يعني المحبة للأهلي وقالت بالنص كده انها بتؤكد ان محمود كهربا حيتوقف ومش حيلعب ماتش برامتز النهاردة في ناقي الكاس وهي بتؤكد المزيعة الكئيبة دي بتؤكد ان النادي الاهلي النهاردة حيفتقد محمود كهربا للإيقاف وهي عندها معلومات مؤكدة ان النادي الاهلي النهاردة حيفتقد محمود كهربا حيفتقد محمود كهربا في نهاية الكاس كلام ده من اسبوع وهي تؤكد نفس الكلام ده طب النهاردة محمود كهربا ساعدتك في الفريق ان شاء الله محمود كهربا يكون بإذن الله مع زميله ان شاء الله يكسبوا النادي الاهلي كاس مصر رقم 38 اللي بعدها دي شفناها بقى انبارح والله النهاردة يعني الناس حتى في الشهر رمضان الكريم يعني مش ساكتين عمالين برضو يطلع في إشاعتهم طبعا مش عايزين استقرار للنادي الاهلي أبدا أبدا إشاعته خلاص لعيب سابق فريق خرج من البطولة بطولة إيه؟ من البطولات كلها شايف ان فيه استقرار في النادي الاهلي ولعيب النادي الاهلي مركزين في ماتش النهاردة رح قال لك إيه؟ لازم أعمل قلق فقال لك أن أحمد عبدالقادر تخانق مع الكابتن سامي أمصان واستبعدوه بسبب الخناءة دي النهاردة الكلام ده كان مبارح وهم استبعدوه من ماتش النهاردة وأحمد عبدالقادر ما تمرنش مبارح مع الفريق لأنه حاسس بإجهاد في العضلة الخلفية هو برّة برّة الفريق من مبارح يعني ما مش مع الفريق أصلا فتخانق إزاي مع الكابتن سامي أمصان في فندق اللي قامة أو الفندق اللي هم رايحين له باعثة نادي الاهلي أو فريق النادي الاهلي أي كلام وخلاص أي كلام عايزين يهزوا استقرار النادي الاهلي وخلاص هو طبعا عايز يخرج اللعيبة وعايز يخرج الجهاز الفني وعايز يعمل ألأ وبلبلة عند الجمهور خرج الجميع من تركيزهم حتى الرد جي من أحمد عبدالقادر مباشرة قال له ربنا يهديك فعلا ربنا يهديه لأنه شخص مش سعيد أبدا لأن النادي الاهلي بيكسب نادي الاهلي مستقر نادي الاهلي إن شاء الله هو اللي هيحصد كل البطرات السنة دي وعنخليك يعني إن شاء الله تبقى أكثر سعادة لأنك اسم مش على مسمى أبدا ترجمة نانسي قنقر